من دولة سئلة هل يجوز لشركة تأمين طبي ان تاخد عمولة من مقدم الخدمة الطبية وشركة التأمين? وهل يجوز ان تاخذ ايضا نسبة من الخصومات الطبية? طيب المفروض ان الشركة التي بتشغل في التأمين الطبي بتتعاقد معها الشركات والمؤسسات والبنوك بهدف انها هي اللي تمسك عملية التأمين الطبي وهي اللي تتولى هذا الموضوع. هي بتتعاقد على ده بتاخد نسبة من المكان. بتاخد والنقل على سبيل المسال ان انا انا شركة اسمي نفسي شركة النيل. شركة النيل ودي شركة ونقل شركة الامل تي بي ايه. شركة الامل للتأمين الطبي. شركة الامل للتي بي ايه دي. شركة النيل بتقول لها انا عندي الف موظف وعاوزك انت تمسك التأمين الطبي بتاعهم. فعندنا هنا بنتعامل بحاجة اللي اما هيخد على الالف دي على كل واحد مبلغ معين ونقل ان احنا بناخد مية جنيه في اضرف الف فياخد المية الف. او ان انا آآ هتحاسب بباكتج انه لأ انا مسلا الالف دول انا هتحاسب مليون جنيه دي مصاريف ادارية دي يا جماعة مش مصاريف الخدمة دي مصاريف ادارية علشان دي انا بتولى عملية الادارة بتاعة الميديكال بتاعكم. طيب هنا بقى بيجي جزء التاني. الموظفين دول لهم استهلاكات. فانا كل اللي بعملوك الشركة تي بي ايه? ان انا باخد استهلاكات دي بعد ما برجعها وبتأكد انها سليمة وبدفع لمقدم الخدمة الطبية. فلوسه برجع اطلبها من الشركة النيل دي اقول لها شركة النيل دي الموظفين اللي صرفوه في شهر اه فبراير حيات الفلوس بتاع دي. فهو ده اللي بعمله. هل بيبقى فيه خصومات طبعا بيبقى فيه خصومات ما بين شركة التأمين وما بين مقدم الخدمة. فلو فيه صيدلية لو فيه مركز اشعة بيتعاقد مع الشركة دي اللي هي شركة التأمين الطب التي بي ايه? بيتعاقد معه على اسعار مخفضة عن الاسعار المقدمة لجمهوره. ده طبيعي في اي شركة تأمين. فدي نسبة هو هو الشركة بتستفد منها والراجل نفسه بيتعاقد عليه هو احنا كشركة تبي ايه مش بياخد منها الفلوس لانه بيطلبها من شركة اه اللي هي طلبة التعاقد. فزي ما احنا قلنا كده ونرجع للمسال شركة النيل بتاعت التأمين الطبي. وعندنا شركة الامل. شركة النيل مقدم الخدمة الطبية اللي هو مركز التحاليل. فشركة النيل اه اه حد من شركة الامل خد خدمة طبية في المركز التحاليل والنقل الاشعة كانت بألف جنيه بخصم سبعمائة جنيه. فكل اللي هتعمله شركة النيل اللي هي بتاعت التأمين الطبي انها بتراجع المطالبة سبعمائة جنيه دي بعد الخصم. بعدين بتتأكد انها وفقا للاجرات الطبية فبتاخدها تدفعها لشركة الامل اللي هي الموظف ده تابعها. وساعتها السبعمائة جنيه بتتحول تاني لشركة التي بي ايه. هو ده التفاصيل اللي بتمشي عادة في هذا الموضوع. هل هي بتاخد لا هي بتاخد نسبتها من الخصم الطبيعي لشركة الى الشركة التأمين لكنها ايضا بتاخد المصرفات الادارية اللي هي عادة زي ما احنا بنقول لا وبتبقى مكلفة. يعني ممكن تاخد مسلا على الف موظف دول انا بس بدي رقم لكن في ارقام ممكن توصل لملايين لانه على حسب هل الكلين تتهدك ولا هل عدد عامل ازاي هل هيوسعنا ولا فيها ليها اجراءات كتيرة جدا جدا فلكني كده مكتب محاسبة وبيخلص لي شغل المحاسبة وانا ما بيشتغلش خلص في اي حاجة انا بس بدافع فلوس لاني واثق ان مكتب المحاسبة عنده الخبرة وعنده كل التعامل وخالي بالك والشركات بترايح دماغها اني بدل ما اتعامل مع مقدمي الخدمات الطبية والمراكز والاشعة والتحاليل ولا في حد بينصب ولا في دكتور انا مش كمان مش متخصص ولا هجيب طقم تكاترة يراجع على الاشعة والتحاليل انا دماغي كلها بسلمها لهذا الشركة المتخصصة في وعلى هذا الاساس بتكون عندها هذه النقطة في الحسبان وبالتوفيق ان شاء الله